اشتركوا في القناة 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 ونحكي كيف بيصير التلوث على البحر وكيف نحنا فينا نخففه يعني لك هول السوار أوقات كيف البحر فيكون هيك ملوث وهو البحر كمان لكل العالم يعني هذا كمان منطلع عليه هيك فألا في بعض البلدين أكيد يعني مثل أمفرجة كيف زبالي وهيك في مطاري حماينة بروحوا الأشخاص بيعملوا فينتيرينج بروحوا بنطفوا الماء حملات هول الحملات مثلا إذا نحنا رحنا شاركنا فيهم هول السوار من لبنان منفرجة كيف كاذا جمعية بروحوا لبنان بيعملوا بتعرفي في الحملات اللي بينعملوا اللي ينطفوا هيدا كمانا شغلة فيها نامرة بنسبة للسيجارة كمانا هيدا المنزر اللي نشوفه نحنا كتير كمانا إذا لازم نفهم هيدا الشغلة ما فينا نكبهن كيف مكان وإذا دفنناها بالرملات ما معناتها اختفت مية بالمية أدرب لأنه مكونا نحط كل هالأشياء اللي بقلبها كمانا بالأرض فنحنا مرة فرجينا هيدا الدعاية الشوك اللي عاملها الشخص يلي فرجها كيف أنه عوقات الحيوانات بالزبالة تبعنا مبيع الخفر منتهم تدخل فيهم وهيكا ففي اختراع اسمه أشتري يلي كتير هين فينا ناخد مانا منفضة على البحر ومنكب كيف مكان السيجارة هيكا وفي شخص عمل أنه هيدا مغضوم الفكرة تبعا عمل اختراعا بس مشو عوجودة بالبنين بس حبيت فرجيها بالنيكوتين يعني بيبقى من وراء فيها بزره وهيدا البزره لما نكبه بترجع بتصير شتلة تنزرع بعد نحنا ما وصلنا هيك فأنا بحب تير هيدا هيدا الشي يلي لما منروح على البحر نجرب أدمى فينا ما منترك شي هونيك غير أسر الاجرين يعني هيدا فينا أدمى فينا من هيك وهيدا صورة من جرين بيس يعني كتير حلوة كمان لك شو مهدومة معبرة يعني صح لأنه بالماء يعني وافكت تخيل شو بيطلق قصص و دايما نشوف اشي غريبة مارك تستبعد انه تلاقيها بالبحر نجد كتير خاصة اللي بيغتصوا يعني وهكا فأجمال عني نزمة طالر إحنا على البحر كهو شي لكل العالم وللناس حيجوا من بعدنا وهيكا أوقات زبالتنا بتنتهي يعني هولا صور شوك بس خليني نفرجيهم هذا بتأثر على الحيوانات على الحيوانات وكل شي فواحدة من الأسس يعني أكيد بيدعو أدمى فينا أنه الأشخاص اللي عندهم هني عندهم ماتشي على البحر يحطوا كمانا دي بوبالة في كتير من اللي بنزلوا للكتاب وي من ننكب زبالة فهيدا شغلة كمانا فينا نعملها الشغلة التانية اللي بتنعمل أدمى فينا تم ننكب ناخد معنا قورت مثلا نكون فيها ماي لما نضطر بعدنا نكب الماء كيف مكان عم بقول على أهولي تبس في كتير أشخاص ما بحبوا يعملون بس أنه عم نقول اللي بنعمل فينا نقرأ شوي أكتر على الكريم سولير ومنحطهم في أساس كمانا في تناقض هون يعني موضوع الكريم سولير في كتير عليهم دراسيات في تناقض بس كمانا فينا بس نتطلع على اللبان موجودة هنا الكريم سولير بيلوس الماء لما ننزل والزيوت خاصة خاصة زيوت كمانا وهي كان هذه الشغلة كتير مهمة وبعدين أكيد حبيت حط هذه الصورة لفرجة أنه في دراسي صارت على كل شيء اسمه ريسيف كوراليا والأليمون طبع كل هول يلي ما بتتخيل دي عم بيموت منه يعني الرقم مخيف بس بسبب الكريم سولير اللي نحن مستعملون لأنه هل عبينزلوا لأنه هل عبينزلوا لنهي الفكرة أنه لا البحر ما رزمونا قلنا مش بيشيل كل شيء يعني فيه ناس بقولون أنه البحر كتير كبير ومانح بيشيل كل تلاوث مش مزبوط فبالبنان مثلا بصير في حملات مثل هيدا شطنا بيجمعنا بصير في هولي مثلا إذا نحنا شاركنا في هون فينا نكون نعمل جزي كوفراندي شغلة أكيد مع الأولاد نتوقع تفرجيك أنه الصور اللي عم نحكيك لنا عنهم يلي عم بصيروا ببنان وحكينا عبرا على الكاربولينج هلا شغلة أنا كتير بحبها على البحر كمان ما يزعلوا منه اللي عندهم جزي كي وهيك بس كمان الجزي كي هو عمل كمانا كتير عم كبه هالأساس بالبحر وقد يكون خطر يعني ما في كتير قوينين عنا في لبنان مارك قيامت منشوف الجزي عم بيقربوا على الشاط عم بيقربوا على أشخاص بيكونوا عم بيسبحوا وكتير ممكن أنه ما يكونوا عقشين هالناس بالمائي فلما ننزل على البحر فيه أكتيفيتس فيها نعملها ولا شوية عندها ولا أسر بيقى مثلا نلعب بيتش فوليبول نلعب حتى فوتبول على البحر إذا فينا وفيه ألعاب مثل الورق بالات بالات هلنا بتصور حتى سورة بالات هلنا نشوف أو نلعب طاولة أكيد هلنا نلعب طاولة على البحر بس لك هلنا فيه ناس بيقولوا هيدا بوليسيون صونار يعني بتعمل درجة طاولة بس الفكرة أنه هيدا ما بدا شي أنه الورق لعب الطاولة حتى لما نلعب بالرمل يعني الرمل بيسلل كبار برث ما بيسلل الصغار مئة بالمئة لما نلعب الرمل في كتير إشي حلوة بعدين تحت لواب فرجيكا سورة نطمر بعضنا تحت الرمل حلوة هلنا فعندنا كمانا مشكلة تانية الألعاب اللي بيروحوا على البحر في كتير أشخاص بيتركوهم بالغلط أو هيك إلا أزال بيبسر يبكي بديا يهون بس أنه ففي أشخاص بيقترحوا كمانا ما بدي أنه يقولوا شواء بص أنه في كتير من الأسس اللي فينا نلعب فين على البحر نتعطيون حياة تانية لماذا Weather مثل كل هون حم نشوفهم Nou بس هذه كم انك كلها أنت Tôi Fy Early ه留 Palmer كمان برجع بقول لل sought ينقوا واحدة منهم. ليس ضروري يعملوا كل شيء. هناك حاملة سارت برا لأن هناك أشخاص يذهبون وينتزعون على السلبر سابعون. فليب فلوب. ما يعملون؟ يكبون ويتركون. هناك شخص يجمعون وبحولون. رأيتهم هنا في أفريقيا. ليس جيدا؟ في كم محل محل. كلهم يستعملون فليب فلوب. ويعملون منهم أشكال ليس طبيعية. حتى حيوانات مع كل التفاصيل. وبتشاهدون فليب فلوب. هناك صورة على كيف شخص عصب من هذا الموضوع. فقرر يفرجون للأشخاص على البحر ويجبون أن تعملون الأساس. وستعمل فليب فلوب. بس عمل شيئين. بس يفرجتها يوصل للمساعدة. بس يفرجتها. بس يفرجتها. بس يفرجتها. بس يفرجتها. بس يفرجتها لنرى أن يوجد أشخاص. جداً. هذا ما يقال لك. عندما نذهب إلى البحر يترجع. لا يترجع. في لبنان يتحق بشكل ونقل الرمل ويأخذ لبرات الكرميل. وهو كارثة بيئية. خاصة أن تتحق بمطارح حيوانات وصلاحة. وهو أشياء مهمة أكيد للبيع. بيرجع شيء نفكر فيه كمانا. عندما نأمل بيكنيك صغير الأكل الذي نأخذه. لأنه كمانا كيسة كيف مكان. أشياء بطير كمانا. أكيد. هو اللي كمانا بيكنيك نفكر فيه. وقبل كنت عم بحكي على الفوليبول وهي الأساس. أحبين لديهم عن الألعاب. ماينا بيكنيك بان أليس يعني. نحن لا بأكمن يتحق buddy. لديهم أشياء الأوصى الآخرين في التنسيات. لدينا حتى التحق الناس إلى الشهر. وهي الأمر حتى الناسedeة أيضا تتحق مدينة. وما يتحق التحق الناسيات ومن أتطرات هذا الأمر. وما يعتق التحق الناس لديهم فينا مع التحق الناس كان يوعد كل يوم الصبح ويروح يمشي تقريباً بس كيلومتر واحد وكل في أطوال دو ماريا اللي بيجو على الرمل في منهم ما بيقدر يرجعوا بالمد والجزر بيعلقوا وهو اللي بيموتوا لأنه لما ست ساعات من دون ماي بيموتوا هذا الخطيار عامل شغلته بكيلومتر واحد كل يلي بيوسع له لهم هو بردون عن المي شو مغضون؟ فيه ولد عم يتفرج عليه ليش بيدحك عليه بلو أنه مان شو عم تعمل يعني أنه البحر اليابان أبرمه مدركاً مليون كيلومتر فأنت عم تعمل هالكيلومتر فهو بيجي بيقل له أنه أنا عم قليلة له نعم بعمل الفرق فهيداً الفكرة يعني نعم نعطي كتير أفكار إذا كل واحدنا بنقف فكرة منه فكرتين بيمشي الحركة ومساعد بقصص صغيرة بتجمع بالنهية فرح أرجع حد صورة ونقرية مع المشاهدين كمان كتير مهمة ننتبه لهذه الفكرة لما نحكي عنا لأنه هذا اللي عم يصير يعني فبديك الترجمة هذا هو أكثر حيوان خطر بالعالم يشكل خطر على العالم وهو مسؤول عن مليين من الضحايا كل سنة أكيد هون لما نصل لهذه الجملة شو نفكر؟ نحكي عن الكرش نحكي عن الشارك ولكن حده عم نشوف The Great White Shark عم بيسبح بيسلام مش حلوة يعني الإنسان طلع أكبر عدو للبيئة مش طلع يعني يعني إذا طلع مع الوقت مع الوقت يعني فلأنه خاصة هلأ كيف كيف هوا بصيره يعني مثلا نحنا هالكة أمريكية بالبحر أو حتى مش ربحنا هلأ كمانا منكامل بالسور إذا بعد عنا وقت في كياس النيلون مثلا عم بمثل بهالسورة يعني عم بطوء الكرة الهردية عشوية ونحنا بعدنا لم نعمل هذا فكيف فينا نعمل لازم ما نوصل له الأسس بس في خبرية إيجابية صلحنا إذا مضبوطة إنه الأوزون عم بيرجع يختم أكيد في كتير في كتير أسس إيجابية كمان هذه خبرية كتير مهمة مضبوط هلأ مثلا نشوفه في لبنان عم بيحكوا كتير عن الليطاني والتلوث أكيد هذا شيء كتير خطر يعني ما فينا نكمل هيك ما فينا مثلا اللي عنده لنقول لأنه بالآخر كيف نحنا ملوث النهر والبحر ببالش من الجبل يعني اللي عندنا مثلا عايش بالجبل لنقول وبعدهم مصيرين إذا كان مزارعة مثلا عنده تفاحة وعنب يرش مدركة مرة وبالوقت منه مناسب ما بالآخر عم نلوث كمان بس نفس الوقت كنينة ما بنا نفقد الأمل لأنه بيضال في مجال في كتير مبادارات في مبادارات في مبادارات إيجابية كتير كمانا بيقتنا مئة بالمئة يعني إذا إذا بديك بنعمل حلقة على المبادارات الإيجابية اللي عم بتصير إن كان في لبنان يعني هذي كمرة كنا بنحكي مثلا عن سويتشر في بلبنان 16 مثلا سويتشر ففي مبادارات يعني بلبنان كان عملوه كمرة أنه صار في أبليكيشنز للكاربولينج صار في مثلا أشخاص عم بيجربوا يعملوا يحلوا أنه نحن إذا عنا بيسيكلات ونحب نروا بسيكلات بس عنا طلوع شمع في شركة فتحت شركة بريد على البسيكلات 100% ففي كتير مبادارات حلوة في أشخاص عم بيعمل أشياء يعني بتعقد لازم نضوي عليهم أكتر شكرا مارك وحبا لازم مرسي نحن نخذ وقف مشاهدينا من بعدنا في نادين بأتيكات وأنا برجع بلقيكم بـ What's Cooking